انا ابني مظلم المشكلة على القاعة ابني كيدافع على الحياة على القاعة ومارفدوا معها الضط القاعة احنا كان باتوا فيقين كذا بدام الظهور الى ستات الصباح ما كان عارفوا نعاس ما كان عارفوا غلاس هذ الايام دمقبطة بني زادت بالبارض الحومة كاملة كاد سمعت تقديق بالبارض وما عارفوا شكا انا ابني هبط يعتق الرئيس الجمعية ضربته فوسط الشارع كذا هبط ما علينا ما يضربت ديك هذيك عيط لبني بني في الشغول دياله كيسمع العياط هبط يعتق الراجل هبط يعتق الراجل دخلوه للهمد السبيتر مشي عدلو لدوا هو وقف على غفله هما كين كحشوله بتلاتة بيهم طيحوه بقوكي عجنوفه خرجوا الطبات الثانية ضربة الكاملين بدو كيعتق الراجل الراجل في القاع وهي كدق ضق فيه الراجل البنة دياله مشقوقة مهرسة مهناية مضرب المهم ما باقي ميرت في في العائل أنا في الساعة اللي عيط تبني فان دواه لصبيتر مظلم ودخلت أنا لعند وكيلي ماليك بيديم عحب شي قابلني في الساعة قلت له الله ينصر سينا قال لي مش عمل شي قلت له نتشوف بن عيط لي عيط لي ورث لكتصويرها أعمل فيها قليل الملفة هنا قايز ما شاب شي حتى فيها دخلت له عندهم ما أعطاني لقيمة لأولو هذي تبط حالي كان بكي أنا بني كان قل له يا بني أنا عمله شي موحامي كبير الله هذي يقول لي ما محتاج شي أنا مضروع أنا مظلوم أنا مضربت ما عملت بيدي ما عملت برجلي أنا مظلوم خلوني هاي ذاك مشيت في حالي مشيت في حالي ذي كالعائلة بط المرتين نهار سبت بعدها كان في مارتين نهار ستمنية في الشهر أو تسعة في الشهر كان في مارتين لأنذا بنا جريت عليهم قطوا هبطوا أولادك بطفحل عنا حدوا وراء مارتين قطوا هبطوا أولادك المرتين باش ندوكونا في المشاكل يقول لنا كتتعرض للناس لحوما كاملة كتتضرع منا لحوما كاملة كتتشكي منا والله من هذا منكر نحن زعماء في العذب نحن بطالبين الله وسيدنا هو اللي عندنا في الدنيا ذا ما يعتقنا أنا بني مضلوم معمل بيدو معمل برجلو معمل حتى شي حاجة بني مشى يعتق الراجل يهبطول سبيطر هذه هي اللي كاينة ما يجي ثانا قلست بقيت كنتفافة ما صبت لم ينشك والو بديت كانو بكي مشى حمقا فالساعة مشي اعتقل أنا ما عنديش الخبر بني مضمن بأن ما عمل والو مجي ماذا اعتقلوا اعتقلوا على هذا الكذبة بأن قتل مضربني وعمل لي وصنع لي هيكي تقول فوق القانون عندها الحقاسي ما عقال ضرباليلة هل مشي يجيوا الناس هذو كلها شهود نحن في هذا الظلم اللي عندنا في هذا الحي هذا زاد على حده ونحن دائما كانت شكوا دائما يتعارطونا دائما يضربونا ديك النوبة ابنات بتعارط لبني ودالوا تليفون وضربوا بالموس وخرجوه بالكفالة فرمادا خرجوه بالكفالة الصرقة الموس الصرقة التليفون والضربة الموس وخرجوه بالكفالة المحامي ما بغاش يكمن مصطرق قال لك الله من هذا منكر جاه جمع لي في الجوج دليل وجيرا كل شي شاهدين بالموس وكي زبل وجا تصطافي كالآمن عيطنا للولايات الأمن وانا بوحدتي في الدر وجا تصطافي وبدأت كدفتش عليهم ما عملوا والو احنا دائما كنتشكوا والحاو ما كاملا ما شيري حنايا كجي احنايا كدفع لقاعة لأن المراجعة اللجنة وجل قايد وجل باش اطناش الوحدة كتقول لك هي فوق القانون هي مكي هم محتشي وحدية فوق القانون كدبقى تلسة الصبح كدعمال كدقوزنا البيبا وقد قل لجهدكم عملوا حنا سكنين تم مكن هودو عندها تجرى كيتعرطنا كدد ضربنا كدد كرفصنا مكرفصين حناية وعمبتاتة والناس دي الحي كل شي مكرفص كل شي اللي سكن في الحي كامل مكرفص حنايا كنا انا كنت في المدينة والسيد اللي معتقل كان في الوكالة دياله شبر عيطنا رئيس الجمعية اجي انا ضربتني سبيطر جينا مشينا للأمن عملنا عملنا ديكلاراسيون كحلتنا 70% الأمن وقد زبل فينا فوسط الأمن كتقول لك هي فوق القانون عند الحق هي فوق القانون عند الحق زبلت فينا هبطتنا للسيد 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 للمستعجلات السيد مل الوكالات بقى بره مل بقى بره نسمعوا الغوات الحيحة روينة خرجوا الأطباء خرجوا سكرتين ممردين وجبرنا الرجل في القاح وهما بتلاسة بيهم عليه نطس أنا كان فارق نضخاها فوسط سنية درمل فوسط المستعجلات نضخاها جبدلي السبني ومما ضربتني الوجه وهي ضربتني كرفسونا وحدة كرفيصة وما كين شي وقد قل لك هي فوق القانون نهار السبعة في الشهر في الليل مع هذه الجوية سعود شبرنا الأطباء قال لك الله من هذا منكر نسكوشي قال لك الله من هذا منكر نهار ثمانية نعمل وكيل مالك اعطلنا البراء رسيد مهرس من مشقوق رجله ومضرب صور دياله وكم المشورين في الفيسبوك وهذا وحدة الحالة راجل مكرفس وراجل معرف مشيد الدافوني مشيد هذا راجل من مشاريع دياله هذا وراجل كبيبار مشينا عند وكيل مالك جيبنا البراء هبطنا للدائرة الخمسة هبطنا للدائرة الخمسة هبطنا ثلاثين يوم ثلاثين يوم في هالعتيقل شبار شبار ما دينا هل يعملنا هل يهدكنا هل يهدكنا هل يهدكنا مشينا في العجية بقي ما جابوه مشينا لغدى بقي ما جابوه شي بعده طلعنا لعند وكيل مالك أنا بيدي تخص لعند وكيل مالك قلت له هاذ سيدة هدي مكرفس وبقا كتتتعرض ما وبقا كدآدين بقي ما جابوه ما دي قل لك بقي بقي ما كين حتى شي حاجة مشات نهار ثمانية في الشهر عملت شواهيد طبية ها هي عملت شواهيد طبية عملت فيها ثماني يوم عملوا ست يوم عشر يوم اثناشر يوم نهار ثمانية في الشهر ردوا علي هالخبار قالوا لعملين شواهيد فيها ثلاثين يوم مشات شاهدة عند الدكتور الناجف سنياد الرمل عملت 22 يوم 25 يوم 18 يوم هذا ماشي الظلم انهار ماشينا للمحكا مطلعنا ما عمله استدعوا جيرا دينا عبدالعزيز الراجل كبير وحمد بابهد الرئيس الجمعية وعيمد لك انشاهد قال لك ضربتهم ويوم الناس مساكل ما ضربوا ما أدوا ناس كبارين مصليين متدينين خصد هذه الحي كامل شبروا عيطول عيطول استدعوهم من بعد قال لك عنطلعوكم مع بعطيتنا احنا يدعو دينا بوحدتنا احنا تضرب نفسا يدرم لماذا تجمعونا مع بعطيتنا مطلعنا عند وكي المالك قال لك حقا عيمد ما جاشي عيمد عيشاهد قال لك الغينا اليوم ما احسن لم تشبر التليفون فسط المحكمة قال لك احسن لم تشبر التليفون ممجاشي ارجعنا دخلت المحامية الاندلوثي عند وكي المالك قتلوا شكو كانت هاد احسن من ملك الله باللي انها كانت تحكم وكتقول لك انا كانت تحكم وانا كانت اعطي الفلوس وانا كانت يقولوها ماشي احنا كتقول لالنس كمين عندهم من الناس التشجيلات وانا احسن لغدا طلعنا عند وكي المال لغدا مكين ولو مين اضغوط المحامية قال لك غدا طلعه الخميس كان لغا الجمعة يقال لما كان فتح محرم صفي الخميس طلعه احنا الخميس طلعنا كمشتاكيين ارجعنا كمعتقالين ارجعنا كمعتقالين اتصور السيد ما عملين شي يقولوه اما اتسمحوا واحد منكم من هنا واحد منكم من هنا عمشي لسيش قلنا لحنا نمشيوا كاملين لانها ضدهم وانا مره تعدي على طبيب لا كاملة وانا نمشي لسيش احنا دفعنا كجمعية عن زدقو ناكلوها طهرنا دا باكل هنا في طهرنا حنا والناس يقولوا احنا من قدروا هذه المره من قدروا لاش كل شيء في يد ما قدروا لاش صور احنا كنمشيوا لالامن تشكو وكنمشيوا ما كينوالو كنمشيوا رصطفكات في الحاومة كنمشي استوتلاتي شكاية عندها تسيدة وما كنمشي حاجة وإحسان كتقول لك يا فوق القانون وفعلا فوق القانون احنا طلعنا عند مهي طلعونا قادية تحقيق مهي طلعنا القادية تحقيق نضعي مادعا وكذا لكرر الباسبور عبسل محير اشعر الباسبور احنا اليقين دينا في الله سبحانه وتعالى واليقين دينا في سيدنا ربي يخلي هنا ويطول له في العمر وهذا الظلم هذا يجب علينا والسيد ما عمل بيده ما برجله اعتقله وفستيش وهذا اللي اعتقله معه عنده شهرين سالف شهرين سالف سرق يفون وضرب الولد بالمسع منه شهرين سالف هذي بالآدي لاته بكل شي عمتيني شبره السيد والدوه للسجن ما عمل بيده ومعامل برجله والحوم كاملة كذب عليه والناس كاملين يقول الله من هذا منكر ومستعد ينشي في أي موطع على هذا السيد اللي اعتقله وإحنا اليقين دينا في الله سبحانه وإن كانت منه هذا يصل لسيد وربي خليه ويطول ربي في العمر الشواهد بالنسبة الشواهد للأخ عبس الميمون هو مشتاكي ورجع متهم لم يكن نعرف هذي كفنية يعني لا يمكن أن يدخل العقو حتى شي واحد الرجم يشكل حقوق ويكتشف عمله شواهد مزورة الشواهد التي تعدلت في نفس 6 يام 12 يوم هذي كما تقدمت عند الوكيل الملك الشهادة الولية تقدمت المزورة التي عندهم فيها 25 يوما ووحدة فيها 18 يوم ووحدة فيها 22 يوم 22 يوم يعني التظوير بالإتبات والشواهد وكل شي عندنا هنا يعني كل شي عندنا هنا يعني بالإتبات المحامية تقول الوكيل الملك أرى أنا عندي إتبات يقول لا ما بغير يتشوف هم واخد واحد القرار على مقاضن والناس يعني ما كان يخصوا ياخذ القرار واحد الإنسان بارئ يمكن الحفظ على ورقة مصر في واحد النهار ضغياء مصر على ورقة وهو تحقق مزيان وتأكد واسم المحامية كيف تقول لك إنسان بارئ شارف يعني يدعف لحقه حق السكينة هو جمعوي هو جمعوي الثاني ذا الرئيسي الجمعية وراجل فهمت يطبق القانون وحصار من القانون وعلى حقه مني قل له تصور أنت ندخل المحكمة عند وكيل المالك تجيب حقك واتق من نفسك أنت عندك الحق وحد الثيقة التامة تكتشف رأسك يقول أنت متهم يقول أنا مش متهم أنا مش تاكي أنا هل عندي و عندي عطي الحقوق لي قال لأ ماذا يقول الوكيل المالك يا إما تنازل يا إما السجن قال أنا ما عندي إثبات يعني شواهد مزورين هذا وكيل المالك كان يخص يشبر الشواهد لا يدي شرع للمقال تينا تم رجل حق أنت يعني وكيل المالك يخص تحقق من الوثيقة يعني مدقش أنت ينب أغير الشرطة يعني ستطلق التحقيق غضع الوحن مصر للإنسان على الأورق هذه ما ينشي هذي نبغي السلطة نحن معنا القانون في سيطوان وكان نبغي يتوف معنا ويتوف أن الآمن ويتوف أن هذا حق فيهم جيد ورملي دخلنا في هذا يتفاجأ نفس أمور ماشي مناسب للقانون ونحصر القانون وماشي مع القانون وكاين القانون وخصنا يطبق القانون القانون موجود والله ينصار المالك معنا وينصار القانون معنا وينصار كل شيء خصنا يطبق القانون وليك يطبق القانون يحصر القانون وراء هذه ديم مسل العنق لكم ما سيف تيوح الإنسان بارئ على سبة ورقة مصير إنسان على ورقة كتقول المحامية شب برضي وشيني قصير برضي ورقة هيدا وشين فيها وتأكد يعني وخن تينا أنا تخلي فكتين فكتون حكم لكن هادي قارن عمله الكفالة يخرج هذي إنسان بالكفالة مم ما تدخلو شيني ستيش ومن يتأكد الحكم دي بك ساعم اللي بغيتي هذ شيني كنطلب أنا كنطلب المسؤولين الكبار ولي دخلوا شكرا بزف عف هاد شي هدا وكن باك قولوا لخمس سنين وهما فجري وكي تجار وكخصهم يوصلون لحق دي وفي الآخر وخخص أخي مشان ذيك الموطة حق أنا كنطلب أخي على حق ويكون في آخر إن شاء الله بش يظهر الحقي يمكن هو ضح براس ه بش يظهر هذي الحقي يمكن ما كان هذي السبب غادي يكون المشاكل كنا في الاعتداءات حتى يعني وصلنا واحد المواصلات اللي يعني ما ما كنا نظن نوصل لقاعة دو وصلنا هذي لو كان في الأول من المسؤول في البلدية وأخذوا الإجراءات ديال من الأول هي ما كان شي يكون هذي هذا عام أنت أعطيتي رخصة هذي الإنسان صرت له لإنذر الأول بسيط يعني قاعة جرتنا كنا في قاعة قاعة أفرح رجعنا في السجن رجعنا في المشجرة في المحاكم وهو لو كان كل يتخي إجراء دياله ما نصوش إنه هذي هذي كل واحد اللي عنده شي مدة صلاحية ديال يقضيها للناس يعني أنتما كتخدموا الشعب وكتخدموا الوطن ديالكم وكتخدموا للملك ديالنا ونحفظوا على القانون ديالنا ونحن عاننا القانون ومنقش نقولوا واحد الكلمة ما كيين شي راك كاين القانون احنا ما كنعرف شي كيف نتعامل مع القانون احنا ما نجري شي لحقنا كم قلسين ونقول لا ما كاين القانون كاين الحق كاين الله عز واجه فوق كل شي وعندنا داخل المستشفى اللي بغى يمشي يضرب يقتل يعمل اللي بغى مشي مشي يمشي تم يعدل الوشادة طبية اللي بغى ينزل غير فليسات وتم عندهم ضحايا غجب النص الكفيف الصومال بهات الشواية الطبية اللي عام داخل المستشفى وكان طلبوا المسؤولين اللي في المستشفى داخل المستشفى يدخلوا فأقرب وقت ويشوفوا الفوضى اللي عندهم في السبيطر والمساكين اللي كان الغاني كي يكون الفاقر والمسكين مسكين ولو صال انتم يعني عام يدسيج ثلث سنين عشر سنين هاو من 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 سيين تم دم احنا طلبوا من المسؤولين يدخلوا عن أقرب وقت في هذا قبل ما تكون أجل لأن هذا يخوف وضل مات بزاف ومن نحن نمشي نباب القانون ونجبر هذا يخخص كلفة ويتضراب ويمشي ينصبيطر يعمل الشهادة يمشي ينضر يشرب الدواء وينعس حسن له ما تصدق له في الضق ولا تصدق له الصومال